مجوهرات بذوق وأنام العربية تلفت الأنظار بتصاميمها التي تعكس عصرية وروح الشباب تتميز هذه التصاميم ببساطتها وإمكانية ارتداءها في أي وقت من النهار وحتى في السهرات نتعرف أكثر على تلك المجوهرات تنضم لنا في الستوديو مصممتها المجوهرات دارين أبو سليم وسعادة دوملوش صحيح سعادة صحيح صحيح سعادة صباحكم صباح الخير صباح يورد طيب خلينا نتكلم عن بدايات التصميم بدايات الفكرة إزاي بدأتوا إمتى بدأتوا مع بعض ولا بدأتوا واحدة منكم وبعدين انضمت لها الثانية عملتوا إيه؟ كل الأسئلة دي كل الأسئلة يعني أنا يقوم وروح بيت بلشنا أنا ودارين من سنتين ونص جميل وأنا قبلا كنت مبلشة بشي سنة أو قل بعدين أنا وياها قررنا أنه تجوين ونعمل فابي لجولز أوكي تنضمون لبعض أوه نحنا زي ما قالت لك فنحنا نريك غششيني نحنا بنعرف بعض من طفولي يعني بعرفها من 15 سنة واتنيناتنا عندنا هذا الحب للمجوهرات وبالذات المجوهرات اليومية فلما سعادة بلشت أنا كنت عم بشتغل بمجال المجوهرات فهي بلشت لحالها لأن أنا كان عندي شغلي وبعدين يعني لما كبر الموضوع وهيك وقلنا خلينا نعملها فكرة وكشركة يعني نضميت لها يعني ترك شغلي ونضميت لها ومن وقتها بنينا فابي لها طيب يعني أنتم الاثنين بتصمموا أيوة هذا خامس سؤال تفضل يعني أنا قال أشوف هذه المجوهرات اللي أنتم تصممينها ما في أصغر منها؟ فيه إذا بدك ناذا نعملها أصغر جدا صغيرة يعني الآن هل أعملية الموضن تكون صغيرة ما تكون باينة بشكل واضح؟ هي مش عقصة صغيرة أو كبيرة هي نحنا الفكرة منها أنها مجوهرات لبس كل يوم أيوة أيوة إلا تروح على الشغل تروح على العشاء غض أي شيء أي مناسبة هي أكتر تكون عملية يوميا هم درجين أكتر هم ثلاث قطاع أو قصتين بالضبط لأنه نحنا عادة منعرف أنه دايما المجوهرات أنت نحن بتحكي مجوهرات بتحسها لمناسبة أو شيء تقيل نحنا حبينا نعكس شخصية المرأة اليومية يعني أنه زي ما أنت بتلبسي الأوتفت لليوم أو تعملي شعارك اليوم تلبسي مجوهراتك يعني للشغل أو برا الشغل أو حتى صهرات ممكن نعتمدهم صحيح هاي هي الفكرة خليني أسأل أنا هذي هل هي قطعة واحدة أو ثلاث قطعة أو أربعة هاي أربعة أكتري أربعة 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 صحيح خير مكتش لا لا تعدلات هذا لشن الأبراج أنا قريب غش شوني هاي الأبراج صح هاي الكولكشن الجديدة الفكرة الجديدة طلعنا أين برج الأسد الأسد مش موجود هنا لا أول وحدة الخوس شوفه اللي العقرب العقرب الثانية طيب هذي أول واحدة شنو هاي أكويريوس اللي هي الخوس القوس وبعدين العقرب واللي بعدين عندك البيسيز سرطان أنا بعرفهم بالانجليزي الثالثة اللي هي البيسيز وآخر واحدة الساجيتاريوس ما بعرفش بالعربي القوس هاي هي القوس هذي الأشكال هي بالفعل ولا أنه مستوحى مستوحى من النجوم هي بالفعل يعني فيه شيء بيسمون الكونستيليشن اللي هي المجوم في السماء بتشكل هذا شكل البرج فنحنا حبينا نعمل شيء جديد على الأبراج لأنه خلص شوي ملينا من الأبراج الستاندرد اللي هي دائما معمولة وهيك بإمكانك تسرين سؤال لا والله حسبنا بعدين الخرز الأزرق دعنا نتكلم مع سعادة شوية لأنه يعني بلاحظ أنه في الخرز الزرقة منتشرة كمان كف الإيد في يعني نسنا كتير بيجينا طلبيات عليها هي موضة كتير يعني هلأ أكتر من أنه تشيل العين والحسد منك فهي أكتر موضة دهب بس ولا ممكن كمان تكون ألماس فينا نحط في قطعة منحط حواليها ألماس فيها ألماس ولا لا هاي ألماس أيوة نحنا كل شيء نعمل من 18 إلات دهب وألماس طيب ودي كمان الرسمة دي تمنتشرة برضو في الفترة الأخيرة بشوفها هلأ في هي الطيارة في فوق اليونيكورن اليونيكورن كتير هلأ عم تنبع معنا روز جولد هاي روز جولد يعني نحنا بنشتغل بيالو وايت روز جولد ودايمونز ايه الطب على إي أكتر فترة الأخيرة كتير هلأ عم تصير موضة روز جولد يعني هلأ عم تدرج أكتر من قبل طيب احنا نتكلم أيضا عن هذه الأشكال نسوين تخطيط يلب هذا تخطيط يلب يعني ببضل بس تضلك تلبس قلوب هيك يعني طيب بس السلاسل أنتم مشتهرين فيها نعم الأساور خلخال حلاء خواتم كل شيء هاي كلها موديلاتنا تاخد وقت دقييف في التصنيع حسب السيزن يعني في العيد عادة نحن شوي معجوئين بس هي ماكسما متأخذ عشر تيام عشر تيام هي طلبيات مثلا بيقولكم بأشكال معينة أنا مثلا عيدة شكل معين الرسمة أنتو بترسموها بتشوفوا مخيل الزبون أو العميل وبعدين بتبدأوا تصمموا فيها صحيح طيب نتكلم عن القطعة هاي فيه كمان من الأمور الدرجة في الفترة الأخيرة الحروف الحروف باللغة العربية تكلمين عن هاي القطعة مين سعادة والله دارين الحروف هي يعني شي يعني العربي هو التخطيط العربي الكليغرافي كثير جميل جدا فبالذات يعني ما نشوف الرسمة أو شي وبعدين تعمليها كذهب كسنسال أو خاتم يعني بتعطيها أناقة يعني ما بحثها زي مثلا الأحرف الإنجليزية أو شي إنو إلها جمال يعني الخط العربي فحلو عليكي بس ده اسم إيمان أيوة لبس ما حتنا عايزة مرور حاضر حاضرين فعني الخط العربي دارج كتير أول شي وثاني شي لأنه يعني كمان شخصي إتس برسنال إتس يعني تقدري أنت تعمليه كستمان طيب شكرا لك دارين يعطيكم العافية تنواتونا وسعادة دم للشكرا نزيزيلا لكم تنواتونا تنواتونا